موسيقى أسعى الله و أوقاتكم مشاهدي الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أضواء على الأحداث والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة الحوار في لندن وفي حلقة هذا اليوم نركز الأضواء على المواضيع التالية والتي طفت على السطح خلال الأسبوع الماضي الذي حفل بتطورات سياسية في مسيرة ربيع العربي وفي مسيرة الثورات العربية نبدأ من فلسطين وفي فلسطين بشائر الفرج تطل من بوابة معبر رفح وفي موضوعنا الثاني أوباما بين خطابين تراجع إلى المربع الإسرائيلي وفي مصر مشاهديا نناقش جمعة الغضب الثانية ومقاطعة الإخوان لهذه التظاهرات وآخيرا مع ربيع الثورات العربية اليمن وسوريا على صفيح ساخن فيا أهلا ومرحبا بكم ونبدأ من فلسطين فبعد أربع سنوات من الحصار والإغلاق الذي كان يفرضه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك جاء قرار مصر الثورة بإعادة فتح معبر رفح ليزف أولى بشائر التغيير في مصر وأولى ثمار المصالحة الوطنية الفلسطينية سياسيا كذلك قال مسؤول فلسطيني بارز أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم الاجتماعي لجنة متابعة مبادرة السلام العربية المقررة في قطر اليوم قدم ثلاثة مطالب رئيسية أبرزها دعم التوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل إذن لمنقش هذا الموضوع والموضيع الثاني يرحي بضيثي في السوديو الدكتور عزام سلطان التميمي الكاتب والمفكر الإسلامي والأستاذ عبدالله حمود الكاتب والمحلل السياسي أهلا ومرحبا بكم ضيثي بداية دكتور عزام نبدأ من عندك الموضوع الفلسطيني كان فتح معبر رفح أبرز التطورات وأبرز ما طفى أخيرا لكن إلى أي مدى مصر الثورة قادرة على الوقوف في وجه الضغوطات وتطبيق هذا القرار بسم الله الرحمن الرحيم كنت أقرأ قبل قليل أحد التعليقات في إحدى المواقع يقول ها قد فتحت مصر معبر رفح ولم تقطع أمريكا العلاقات معها ولم تعلن إسرائيل الحرب عليها يعني معنا أن كل الحجج التي كانت تستخدم في العهد البائد هي حجج واهية لا شك أن أهل غزة اليوم سرهم ما حدث لكن أنا كنت أتمنى أن يأتي هذا القرار أو قرار فتح المعبر ضمن حزمة من الإجراءات المطلوبة لتخفيف معاناة الناس يعني مثلا تصور اليوم كنت أسمع الدكتور غازي حمد يتكلم عن فتح المعبر ويقول إن الفلسطينيين في غزة بإمكانهم أن يطلبوا تأشيرة من السفارة المصرية في رمالله يعني عشان أنت تكون من أهل غزة وعاوز تروح القاهرة لازم تروح تقدم لرمالله بالأول التي لا تستطيع أن تصلها إلى أن تأتي الموافقة من السفارة المصرية أولا لماذا لا توجد قنصلية في غزة حتى تقوم بذلك ولماذا تأشيرة أساسا يعني هل يحتاج أهل غزة تأشيرة حتى يدخلوا إلى مصر وقد كانت مصر مسؤولة عن قطاع غزة سنوات طويلة إلى أن احتلتها إسرائيل عام سبعة وستين السكتور في المقابل يعني موضوع التأشيرة القرار في طياته كان أيضا يشير إلى رفع أو رفع يعني عدم اشتراط التأشيرة لبعض الفئات العبرية يعني من هم دون الثمانية عشر ومن هو فوق الأربعين كانوا أو لا يحتاجون تأشيرة حسب القرار المصري يخلف عليهم يعني اللي ما بدهمش يسافروا كثير ما بيحتاجوش تأشيرة لكن اللي بيتطلب سفر للعمل للدراسة لكذا بيحتاج تأشيرة يعني هذا مش معقول نحن نشكر الحكومة في مصر في هذه الحقبة الجديدة على هذا الإجراء ولكن هذا لا يكفي يعني نحن نؤكد على مطالب ثورة مصر وشباب ثورة مصر أنه لا بد أن ترفع المعاناة عن أهل غزة ومن رفع المعاناة أن تشطب هذه التأشيرة الكلام الفاضي يعني ولا تربط برام الله لماذا تربط برام الله يعني ما زال منقوس القرار أو التوجه المصري طيب سال عبد الله في طيات هذا القرار وفي تداعياته أيضا البعض يعني رأى فيه يعني نقل للمسؤولية مسؤولية الإنسانية يعني للاحتلال عن قطاع غزة إلى مصر وقال أنه إذا انتقل ثقل مسؤولية عن قطاع غزة لمصر هذا يعني إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها يعني في أيضا بعد سلبي يعني آخر يعني أنا لا أعتقد أن فيه بعد سلبيا أنا أعتقد أن هذه حجة كان يعني يسوقها نظام مبارك لتبرير ما يفعل تظل المسؤولية على إسرائيل لأنه إسرائيل هي القوى التي تفرض الاحتلال على الأراضي الفلسطينية الانسحاب من غزة الذين يقولون أنه كان قرارا أحاديا الجانب هو كان قرار في إطار سياسة إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية قطاع غزة جزء منها وما زالت تفرض الحصار على قطاع غزة مما يعني أنها قادرة على احتلاله بشكل أو بآخر شن الهجوم عليه في سنة 2009 يعني ده كان وضع استثنائي لكن هو ما زال يخضع يعني لسيطرة إسرائيلية بشكل أو بآخر مسألة نقل المسئولية هو يعني هناك البعض يتحدث عن تخوف من شيء من هذا النوع لكن هو تنظيم الحركة لا يعني نقل المسئولية والتخفيف من معاناة الناس يلغي عنصر المسئولية وبعدين هناك مسئولية أخلاقية وهناك مسئولية عربية وهناك مسئولية إنسانية وهناك مسئولية مصر كمصر أساسا تجاه قطاع غزة وتجاه أي جزء من الوطن العربي ككل يعني فكل هذه الأمور مردود عليها هل قدرى مصر كما كنا سأل الدكتور على الوفاء بهذا الاستحقاق على الصمود أمام الضغوط الإسرائيلية الدولية التي ستتصاعد في الأيام المقبلة تتصاعد أو لا تتصاعد هو فيه مسئولية العالم الذي يكيل بمكيلين وينافق سياسيا يزعم أن هذا فيه خرق الاتفاقات الدولية لكن هذا العالم يعاني من حالة حرق أخلاقي وسياسي بسبب ما يجري في قطاع غزة من معاناة شديدة لدى الناس وهذه فرصة تستطيع مصر أن تحتل المكانة الأخلاقية العالية بعمل ذلك يعني أنا عايز في ضوء ما حدث اليوم وفي ضوء هذا الحدث الذي يبدو مهم جدا يعني وأنت أشرت إليه أن مصر مستعدة لمقاومة ضغوط يعني بالتأكيد لا يمكن اتخاذ قرار من هذا النوع دون ضغوط أنا عايز أتعامل مع العهد الجديد في مصر بالترغيب وليس بالإدانة ترغيب لا الترغيب بالإدانة يعني بالترغيب وليس بالإدانة يعني عندما نقول أن هذا القرار منقوس هو صحيح بس أنا أتمنى ألا أستعمل كلمة منقوس يعني أنا أقول له أنه نعتبر خطوة على الطريق الصحيح وإحنا محتاجين تحرك أكثر ننظر إلى الجانب الممتلئ يعني لأننا إحنا انتقلنا من حالة كان هذا الكلام يعني أنا في نقاش مع مسؤوليين مصريين حوالين هذه القضية في مرحلة سابقة كان الرد يقول لي ده قرار سيادي قرار سيادي بمعنى من حسن مبارك طب هو حسن مبارك سيد البلد مع السلامة ما عادش موجود يبقى فيه نوع جديد من التعامل فيه سيد البلد اسمه الشعب المصري الوقت جيد فيجب أن يتحمل مسؤوليته بشكل مبارك أنا سيد عبدالله أيضا دكتور يعني إضافة لهذا الأمر يعني أيضا خلاص عشان أستاذ عبدالله أنا أحسح بكلمة منقوص طيب أيضا إضافة للإيجابيات في هذا القرار يعني غير بوضوع أنه يعني قرار إيجابي وقرار يعني غير مسبوق وبعد أربع سنوات أن يأتي الفتح هذا شيء إيجابي لكن أيضا من إيجابياته أنه تجاوز اتفاقية المعابر اللي كانت 2005 ورفض وجود الرقيب الإسرائيلي يعني والأوروبي بين الجارين بين مصر وبين قطاع غزة يعني هي اتفاقية المعابر كذبة كبرى وأصلا هذه الاتفاقية عملها دحلان سرا بينه وبين الإسرائيليين بتواطئ من نظام مبارك وتواطئ من الأوروبيين ولم تعرض في حينه على المجلس التشريعي الفلسطيني يعني لم تأخذ مجالها من حيث المسار الدستوري ثم ظلت سيفا مصلطا على أهل غزة وحسب الاتفاقية الاتفاقية أصلا انتهت صلاحيتها قبلها فترة طويلة ومصر رسميا ليس طرفا في هذه الاتفاقية فاتفاقية المعابر هذه تآمر تآمر على أهل غزة طبعا شأن آخر طيب هل إسرائيل ستبقى يعني صامتة إذا أهل التطور هل ستترك الحدود مفتوحة بين غزة وبين مصر دون رقيب ولا حسيب ودون تخوف يعني من ما سيدخل يعني من هذه الحدود يعني إذا كان حنحسب حساب ماذا ستفعل إسرائيل إذن لن نقدم على عمل شيء صحيح لأن إسرائيل لا تريد مننا أن نفعل شيئا صحيحا نحن علينا أن نتخذ الإجراء الصحيح علينا أن نتحسب لأي ردود فعل إذا كان حيكون في ردود فعل لكن برضو أيضا من بعض التعليقات التي سمعتها اليوم أن الإسرائيليين طالما أن البضائع لا تمر من خلال هذا المعبار ليسوا قلقين جدا لأنهم أظن يحققوا فوق المليار دولار سنويا أرباح بسبب البضائع التي تعبر إلى قطاع غزة عن طريقهم ولا يريدون أن يفقدوا شيئا من ذلك لكن المأمول طبعا من أخواننا في مصر أن لا يأبه لذلك أيضا ومصر أولى مصر وأهل مصر أولى بهذا التعاون التجاري والاقتصادي مع قطاع غزة نأمل أن يأتي اليوم الذي يعتبر فيه أو يصبح فيه معبر رفح هو شريان الحياة لقطاع غزة بدل أن يظل الإسرائيليون يتحكمون بأوردة وشريانات القطاع طيب في شأن فلسطيني أيضا كان هناك تطور آخر عزم الرئيس محمود عباس التوجه للأمم المتحدة والطلب منها الاعتراف بدولة فلسطينية يعني أستاذ عبد الله إلى أي مدى يخدم هذا التوجه الفلسطيني من مسار أو مشروع الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة والحساسة يعني أنا عشان ألمس النقطة دي لازم أكرر حاجة يعني كان الرئيس محمود عباس موجودا في لندن في شهر مارس وأنا كان لي شرف ضمن مجموعة من الصحفيين راحوا لتقوه وأنا لاحظت أنه مجموعة الصحفيين اللي قاعدين وهم زملاء محترمون كانوا بيتكلموا بشيء من الرقة يعني أنا الحقيقة الرقة بتاعتي بتختلف أحيانا فهو قاعد يحكي عن الضغوط التي يتعرض لها فلاقيت نفسي بسأله بشكل عفوي جدا وبسيط جدا وبصوت هذي جدا يقولت له أن أنا منزعج جدا أن حضرتك في موقف المتلقي دائما يعني لضغوط من الآخرين فالراجل مشكورا رد علي وقال لي عد حوالي عشر أمثلة أنه تصرف على عكس ما كان يضغط عليه لكي يفعله أنا ما ليش دعوة بالحاجات اللي حكاها لأنني ما شفتهاش يعني لكن الحاجة اللي أنا أترقبها هي الذهاب للأمم المتحدة لأنه ليس من مصلحة أمريكا محاصرة إسرائيل لأن إسرائيل هي قضية أمريكية ما رأيناه في خطاب أوباما من تراجع شديد أمام الضغوط السيونية باعتبار أنه يترقب احتمالات الفوز بولاية ثانية وما رأيناه من نتنياهو من كذب صريح يعني يصل إلى درجة كاذب وفاجر يعني أمام الكونجرس الأمريكي ويقومون لتحياته والتصفيق له أكثر من عشرين مرة هذا يعني أثار كثير من الأمريكيين أنه لاحظوا أن ممثليهم في البرلمان مجرد دمى أمام هذا الإنسان الذي لا يصدق كما أن خطاب نتنياهو تعرض لإعتراض لأول مرة في إباك من شخص غير عربي طيب أسألوا هذا موضوعنا الثاني يعني ما أريد أن أقوله أن إسرائيل تعاني من حالة انهيار في موقفها السياسي والأخلاق المعارضة بتحاول تصفي حسابات مع الحكومة وتشير إلى ضعفها بالنسبة لفاتح معبر رفع أنها لا تستطيع أن تدير أمور البلاد بالشكل المطلوب لكن إحنا يجب أن نتقدم في مثل هذا الموقف وأن نتحرك لاحتلال نقاط يعني متقدمة في عملية الصراع وإحراجهم سياسيا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس قرارا قابل للتنفيذ ولكنه سيمثل ضغطا شديدا على الولايات المتحدة لكي تفعل شيئا لأنها هي الوحيدة التي تستطيع أن تكبح جماح السياسي إذا أرادك نتقل أيضا إلى قراءة في خطاب الرجلين نعود بعد تعليق من الدكتور عزام يعني وبرغم من الفارق بين خطاب أوباما السنوي الأمريكيين والعالم وبين خطابه أمام اللوبي الإسرائيلي إيباك كان بضع ساعات فقط إلا أن الرجل تراجع في خطابه الثاني عما قاله في خطابه الأول عن إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 ورأى مراقبون أن خطاب أوباما أمام إيباك أشبه بنسخة عن خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الذي وقف أعضاء الكونغرس وهم يصفقون له عدة مرات كأنه يلقي خطابا تاريخيا طيب دكتورة أعود إليك وما كان يتكلم به دكتور عبدالله ليس بمعزل عن تدايات خطاب الرجلين لكن في مسعى الأمم المتحدة لماذا كل هذا الخوف الأمريكي أوباما حذر عباس من التوجه إلى الأمم المتحدة ما المخاوف الأمريكية من هذا التوجه الفلسطيني للمطالب بدولة فلسطينية هم لا يريدون أن يتشكل ضغط دولي عليهم أو على إسرائيل وإن كان أنا بحقيقة الأمر لا أشعر بأن هذه هي معركتنا ستبدو أنها هي المعركة الكبرى عندما يخوضها محمود عباس في أرواقات الممتحدة وسيحصل نوع من التكتلات والكولسة حتى تقنع أمريكا أكبر عدد ممكن من أعضاء الممتحدة بأن لا يصوتوا لصالح الدولة الفلسطينية لكن طبعا عندما تكلم ناثنياهو أمام الكونغرس هو حدد معالم السياسة الأمريكية يعني هو قال لهم هكذا يجب أن تسيروا وعندما وقف أعضاء الكونغرس بمجلسيه مصفقين له هذا يعني أن أوباما لا يملك أن يخالف ولذلك من هنا جاء رده أمام إيباك وتراجعه يبصم طيب هنا السؤال يعني من يملك اليد العليا يعني إلى أي مدى يهيمن اللوب الإسرائيلي على القرار الأمريكي يعني فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط هل يمكن أن يكون إلى هذه الدرجة أن ناثنياهو يوجه سياسات الولايات المتحدة فيما يتعلق بملف الشرق الأوسط بالتأكيد شوف محددات السياسة الأمريكية وكما قال لنا مرة مساعد وزير خارجي الأمريكية النفط وإسرائيل إسرائيل محدد أساسي جدا ومهم لأن الموقف من إسرائيل يقرر من يصل إلى البيت الأبيض ومن يصل إلى الكونغرس ومن يصل إلى وظيفة حاكم ولاية وحتى شرف اللي هو رتبة العريف أو الشرطي عندهم في الحي أو في القرية له علاقة بذلك اللوب الصهيوني يلعب هذه اللعبة لأن اللوب الصهيوني مكن عبر السنين من الإعلام ومكن من المال يمكن أنه يطلع لأي واحد فضيحة يوده في ذاهي خلال ساعات إلا ما يكن يعني ثواني فطبعا أوباما الآن مقدم على إعادة ترشيحه للفترة الثانية وليس بإمكانه ولو لم ينتصح بما ينصحه به الأقربون في الحزب الديموقراطي لو ربما رشحوا غيره لكي يخوضوا به معركة الانتخابات القادمة لذلك يستسلم لضغط اللوب الصهيوني طبعا أنا لا أريد أن أصور الموضوع لأن إسرائيل هي التي تدير أمريكا لا الموضوع هو متداخل يعني عبر الزرع مصالح صار في مصالح مترابطة تماما الذين يرشحون أنفسهم للمناصب العامة في أمريكا لا يملكون إلا أن يحسبوا حساب اللوب الصهيوني الذي يمكن أن يرفعهم أو أن يحط من قدرهم طيب السادة عبد الله يعني في مقابل هذه الصورة إذا كان المشهد بأنه نتنياهو يسيطر على أو اللوب الإسرائيلي يسيطر على القرار الأمريكي لكن بالمقابل ظهرت خلافات بين أوباما وبين نتنياهو عند اجتماع رجلين في البيت الأبيض تدلل على عكس ذلك أنه فعلا كان أوباما يحاول الضغط على نتنياهو وأنه في خلافات لا تعني بشكل أو بآخر تطابق تام بين السياستين الأمريكية والإسرائيلية يعني إسرائيل قضية أمريكية بمعنى أن مصالح أمريكا تقتضي مراعاة إسرائيل لأن إسرائيل تؤدي وظيفة للسياسة الأمريكية في المنطقة العربية وفي نفس الوقت إسرائيل تتعيش على المعونات الأمريكية ونجحت في طرح نفسها كحليف مهم للولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط في المنطقة وإنما نجحت على مدى السنين في ربط نفسها بشكل أكبر أصبحت الآن تطرح رؤيتها للقضايا الإقليمية في موجهة الرؤية الأمريكية هناك نوع من التناقض هناك إحساس بأن إسرائيل في بعض الأحيان تصبح عبءا على السياسة الأمريكية دي نقلة في الموقف جديدة خصوصا في عهد هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تظهر الوجه الحقيقي للصهيونية وتحرج أصدقائها خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية لكن يجب أن نغالي ونتفائل كثيرا من أن هذا التناقض يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لأن هذا التناقض يتم حله في إطار السياق العام للمصالح بين الطرفين المشكلة هو غياب الفعل العربي المؤثر في تحميل الولايات المتحدة مسؤولية تحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل أو في إجبار الصهيونة على دفع التمن لسياستهم المتعنتة التي تجري في الأراضي الفلسطينية بواجه العام وفي المنطقة ككل هذا المحور الأساسي هل يمكن أن يلتقل الربيع العربي من داخل الدولة العربية إلى السياق الإقليمي بشكل جيد وإلى السياق الدولي بشكل فعال وممكن تكون هذه الثورات ضاغطة على الولايات المتحدة بتغيير سياستها فيما يتعلق خاصة بالملف الفلسطيني يعني قد تكون يعني هو القول أن السياسة الخارجية هي انعكاس للسياسة الداخلية وننتظر ذلك دكتور عزام يعني في إطار هذا الحراك العربي يعني قبل قليل وزير خارجية القطري حمد بن جبر آل ثاني وهي تعقد الآن اجتماع لجلة المتابعة في الدوحة قال أنه على العرب سحب خيار السلام سحب مبادرة السلام إلى أن يأتي الشريك الإسرائيلي هل هذه بداية تغير حقيقي يعني في الدبلوماسية العربية في تعطيها يعني في الملف الفلسطيني يعني هو ربما المسؤول القطري يذكرنا بحقيقة أن هذه المبادرة العربية ومشروع العربي للسلام هو أضحوك بقدر ما هو أكذوبه يعني الإسرائيليين بسقوا على العرب وألقوا بكل ما اقترحه العرب عرض الحائط والعرب ظلوا متمسكين وعملين حالهم ناس مسالمين والإسرائيليون لا يعني لا يبالون على الإطلاق كان من الأجدهم منذ سنوات عندما اعتدى الإسرائيليون على لبنان عام 2006 عندما اعتدى الإسرائيليون على غزة عام 2008 عندما كانت تصل مفاوضات السلام مع الإسرائيليين إلى طريق مسدود وكم هي الطرق المسدودة كان ينبغي أن يتخذ هذا الإجراء قبل وقت طويل أنا أتصور أنه في عهد الثورات وفي الحراك الحالي الإنسان العربي لم يعد يحتمل مثل هذه الإهانة أنه والله مشروع السلام العربي والمبادر العربية للسلام هو يريد أن يغير الأنظمة ويريد أن يغير طريقة التفكير أن هؤلاء الصهاينة لا يمكن أن تبادرهم بمثل هذه المشاريع لأنهم يستمرئون ذلك ويدوسون عليك المفاوض أن يكون في درجة من العزة ودرجة من الكبرياء عند الساسة العرب نأمل أن هذه الثورات تأتي بسياسيين عرب لديهم هذه القدرة كيف يمكن للمسؤولين الرسميين العرب للدبلوماسية العربية الاستفادة من ربيع الثورات العربية في الضغط على الويات المتحدة لتغيير بوقفها إذا كان فيه لوبي إسرائيل يكون فيه لوبي عربي ضغط لا أريد أن أتفاعل بما ليس موجودا هو أصلا الأنظمة العربية الموجودة طبعا حصل هو تغيير في تونس وفي مصر وما زال المخاضو مستمرا عسيرا لا يعني فيه بوادر خير الحمد لله نتفاعل بها لكن الأماكن الأخرى التي فيها ثورات فيها مذابح فيها مذابح والأنظمة العربية التي لم يحدث فيها حراك بعد تخشى أن ينتقل الحراك إليها فيعني الموضوع أنه مش هما حيستثمروا هذا الحراك وميريدون أن يقضوا على هذا الحراك يعني الأنظمة العربية تريد أن تخنق الثورات تريد أن تقضي عليها ولا تستثمرها ولو كان عندهم حكمة ولو كان عندهم عقل يعني لو مثلا بشار الأسد ولا القذافي ولا علي عبدالله صالح عندهم أدنى درجات الحكمة كان بادروا بإصلاحات وفعلا قالوا يا جماعة اللي حصل في تونس وفي مصر مخيف ومرعب وإحنا لازم نتصالح مع شعوبنا ولازم نصير فعلا الناس محترمين لكن لم يحدث ذلك وإذا هؤلاء لم يفعلوا أنا لا أتأمل من الآخرين أن يفعلوا سأل عبدالله كيف ترى تأثير ما يجري من ثورات على القرار أو على السياسة الأمريكية تجاهد المنطقة يعني وكل أمريكان يعرفوا نفسهم أخطأوا مثلا وعيدوا حساباتهم السياسة الغربية تتسم بمرونة شديدة السياسة الاستعمارية تتسم بمرونة شديدة انتقلت من عصر الاستعمار الصريح بالقوة أو بالإدارة إلى توكيل شخص طرف محلي يحكم هذه البلاد باستبداد لمصلحتهم أقرب نموذج على ذلك هو حسن مبارك يعني دلوقتي في هذا التغيير بيجري لكن هذا التغيير بياخد وقت يعني في مصر أنا بقول أنه مصر ما زالت تعيش لحظة امبلاج الفجر يعني حيث يختلط الضوء بالظلمة ويعني يظهر الضوء بالتدريج بعض الناس بيسموها سياسة الابتزاز لأن المظاهرات بتجيب نتائج آخرها مظاهرات مبارك النهاردة الحكم على حسن مبارك في قضايا قطع الإنترنت وانتظار لأحكام أخرى تأتيه ده مش المفروض أنه يحصل المفروض أنه في عملية جارية لا ترتبط بتواريخ الإعلان عنها لا يرتبط بتواريخ المظاهرات لكن هذا يجري في دول عربية كما تفضل الدكتور عزام مصاب أنظمتها بحالة من الكبر وهذا نابع من أن الحاكم الذي لم يصل إلى الحكم بإرادة الشعب لا يستطيع أن يفهم أن الشعب هو صاحب الإرادة الحقيقية في تعيينه وعزله كما أن هناك ملكيات في المنطقة العربية تحاول أن ترشي شعوبها بتقديم بعض الخدمات لتفويت هذه الفرصة على أمل أن المشكلة ستنتهي هذه الفورة ستنتهي بعد فترة لكن لا أعتقد أن هذه المشكلة ستنتهي بعد فترة لأن طبيعة الظروف والأليات المستخدمة والوعي والفضائيات وأسليب التواصل الاجتماعي وغيرها موجودة كما أنه نحن نعيش الآن في عصر لا يمكن التعامل مع الشعوب بالمعايير التي كانت موجودة وليمكن أن يقاف تدى حرج الثورات طيب صلى الله عليه وسلم سنتابع ربيع الثورات وأيضا الموضوع المصري والدكتور عزام يعني بعد الفاصل إذا مشاهد كرام فاصل قصير نواصل بعد وما تبقى من الأضواء فلا تذهبوا بعيدا من جديد أهلا بكم مشاهد كرام إلى مصر حيث تظاهر عشرات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة في جمعة الغضب الثانية والتي دعت إليها عدة قوى وتيارات سياسية من أجل تحقيق ما أسموه بتصحيح مسار الثورة فيما تظاهر آخرون في مدينة نصر شرق القاهرة تأييدا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر وبرز في الميدان وجود عدد من التيارات اليسارية والاشتراكيين بالإضافة إلى مجموعات من شباب 6 إبريل وسط مقاطعة لافتة من جماعة الإخوان المسلمين إذن نعود وجدد ترحيب ضيفي دكتور عزام التميمي الكاتب والمفكر الإسلامي والأساسي عبدالله حمود الكاتب والمحل السياسي دكتور بداية في الموضوع البصري لماذا برأيك يقاطع الإخوان المسلمين ما بدأ وأنه إجماع وطني في مصر على الاستمرار لتصحيح مسار الثورة صار صعب تتكلم عن إجماع الآن في القضايا الإجرائية هذه كان فيه في يوم الأيام إجماع الآن الناس مختلفة في أنه هل هذا الإجراء مطلوب أم غير مطلوب أنا الحقيقة لا أعرف عن هذا الأمر إلا ما سمعته من الناطقين باسم الجماعة الإخوان المسلمين يبررون فيه عدم مشاركتهم بأنها نابعة من أن هناك مسار هناك خطة عمل هم داخلين فيها وشغالين عليها وأن استفتاءا قد حصل على الدستور وعلى تعديلات الدستور وأنهم يريدون أن يعطوا فرصة لهذا كله لكي ينفذ أو يجد طريقه للتنفيذ لكن من الطبيعي أن الشباب بالذات يخشون المماطلة يخشون أن يستريح العسكر والحكومة الانتقالية ويقولوا خلاص بدا ما فيش علينا ضغوط إذا ما فيش داعي نعمل حاجة نسمعنا سيد عبد الله كيف يقول لك أنه هي أشبه ما تكون بأنه بصير في مسيرة فتحقق بعض الطلبات ربما يكون هو هذا الاختلاف في وجهة النظر جهة ترى بأنه إحنا مشيين في خط ونحتاج إلى أن ننتظر حتى نعطي وقت للذين ينفذون وجهة تقول أنه لو تركناهم سيماطلون وسيشعروا بأنهم في نعيم ولن يكونوا مضطرين للاستجابة لنا طيب والسلام عبد الله الشباب أيضا يقولون أنه في الأسابيع الماضية عين عدد من المحافظين وعين عدد من يعني يعني في المناصب السياسية عليا من المحافظين الجدد والقدامى وكان هما في الحزب الوطني قالوا أنه هذا يعني استمرار الآن لمسيرة الحزب السابق يعني التفضل على الثورة أنا أرد على السؤال ده فيه ثلاث نقط هرجع كمقدمة لا أقول لك أنه إحنا في نقطة الفجر التي يختلط بيها النور بالظلمة مسألة تعيين المحافظين دي خليني أخلص منها في الأول هولالك أنه كل مسؤول في مصر في الفترة السابقة إذا زادت مرتبته عن درجة معينة كان يتعين عليه أن يكون عضوا في الحزب الوطني كثير من هؤلاء الناس رغما عنهم رغما عنهم كثير من هؤلاء الناس دخلوا الحزب الوطني وحملوا الكرت دون مبرر يعني لسه الضرورة كان في الحزب الحاكم مش بالضرورة يعني إذا لم يكن عضو في لجنة السياسات فده يشير إلى أنه برضو كان عضوا رمزيا النقطة اللي أنا عايز أقولها أنه مصر لا تتبنى سياسة اكتفاث البعث يعني مش عايزين يعني الحزب الوطني يعني بما يجري فيه بما يجري فيه من عملية استقصال هم في العراق رادوا أن يشتثوا البعث فاشتثوا الشعب للأسف الشعب يعني في مصر فيه تقاليد للتعامل مع هذه الأمور لكن هناك أشخاص عليهم علامات استفهام كانوا يعملون في جهاز أمن الدولة أو كانوا يعملون في الشرطة في مناصب معينة عينوا محافظين هؤلاء الناس لازم ينظر فيهم لأننا في منطقة زمنية يختلط فيها النور في الظلمة فهتلقى من ده كتير تعيين محافظ قنى المسيحي أيضا لم يكن الثورة ضده لأنه مسيحي ولكن لأنه الناس بتوعينا افتكروا أنه المحافظة بتاعتهم هتبقى هي الحصة بتاع المسيحيين وكان يمكن أن يذهب إلى مكانها لكن بالنسبة للسؤال اللي حضرتك وجهته ما يجري في مصر الآن كما تفضل هو أنه لم يعد هناك إجماع بمعنى أن هناك فرز للقوى السياسية حسب توجهاتها المختلفة ولأول مرة في مصر بيجري هذا الفرز في إطار من الحرية وما تراه يعني فعلا يثير الفخر للمصري أن هناك ناس يجري الحوار بينها في الساحة العامة بهذا الشكل الحضاري يعني هي ظاهرة صحة بالتأكيد بالتأكيد ظاهرة صحة لأنه كل الأطراف على درجة من النطج مبهرة النقطة هي أنه الشباب الذين فجروا هذه الثورة أساسا والإخوان دخلوا معهم في مرحلة تالية بحساب معين هؤلاء الشباب غير مؤهلين لتولي السلطة وغير قادرين على تشكيل أحزاب حتى لكي تتولى السلطة ويصبح فكرهم من المدخلات الأساسية في هذه المرحلة يريدون أن توضع الأسس الآن حتى يمكن بعد كده أن تسير الأمور على شكل طيب على أرضها صحيحة الإخوان والتيار الإسلامي بوجه عام هم يعني مؤسسة وطنية منظمة منذ فترة طويلة استفادت من فترة الحظر بالتنظيم تحت الأرض وجهزة للدخول الانتخابات في أي وقت أنا لا أعتقد ولكنهم على درجة من الحصافة أنهم مش هيدخلوا الانتخابات بالعدد الكامل يعني لأنهم لا يريدوا أن يترجعوا في المصمم يعني أسهمت صلى الله عليه الصلاة والله أن القوة التي ترفض يعني أو تستمر في التظاهر الآن وفي تسخيح مسار الثورة تريد أن تعطى فرصة حتى ترتب أوراقها ده من ناحية ومن ناحية تانية تريد أن تضع القواعد الآن نحن الآن في موقف حققنا إنجاز وأصبح لنا اعتبار ننظم دلوقتي بحيث أن يبقى القواعد سارية فيما بعد الإخوان لو دخلوا الانتخابات دلوقتي ممكن ياخدوا البرلمان كله لكن عندما ينظم هؤلاء الناس أنفسهم هيحصل تراجع وعشان كده هم على درجة من الحصافة أنهم مش عايزين يدخلوا بالعدد الكامل يدخلوا بالعدد تاني النقطة الباقية من التلاتة اللي أنا عايز أقولها الأخيرة أنه الجيش مسك الحكم على استحياء والجيش يحتاج هو نفسه إلى إعادة بناء وحكمة وعبقرية العقل الجماعي المصري في هذه الأوقات أنه نحن نعلم أننا عايزين نعيد بناء البلد كلها بما فيها الجيش ولكن هذا الجيش يؤدي مهمة نبيلة في هذه الفترة وهو قادر على تجديد نفسه بعد تجديد نظام الدولة فيمكن التعامل معه بنوع من التعامل بالضغط أحياناً للمطالبة وهذا حق مشروع للشعب والتقدير لما ينظر سنضي أكثر سيد عبد الله عن موضوع الجيش لكن أيضاً دكتور عزام بالعودة لموضوع الإخوة المسلمين وهذا ليس الانتقاد الوحيد لأداء الإخوان المسلمين ثمت انتقاد آخر وأنت لست نوطقاً باسم الإخوان لكن نحاول أن نحلل الأمر هناك تصريحات للقيادة في الجماعة الإخوان المسلمين دكتور عصام العريان قال فيها أنهم سيحترمون اتفاقية كام بيفيد فالانتقاد كان له كيف تحترمون هذه الاتفاقية وكنتم تعيبون على حسن مبارك الالتزام بهذه الاتفاقية كان أحرأاً يتبرأ من هذه الاتفاقية طبعاً هذا التصريح الآن يعني شغالين الإخوان بأنهم حاولوا ينظفوا آثاره ويمحوا آثاره لأنه حقيقة إذا نسب إليه وإذا صح منه ويبدو أنه صحيح فهو خطأ كبير ربما لم يقصده ربما قصده لا أدري لأنه هناك فرق بين أن تقول نحن سنحول هذه الأمور إلى الشعب ليستفتى فيها وهذا يدل على احترام لإرادة الشعب ونحن نعرف ماذا سيقرر الشعب المصري إذا سفتي في مثل هذا الأمر وبين أن يقول إن الإخوان المسلمين سيحترمون كام بيفيد كيف الإخوان المسلمين سيحترموا كام بيفيد والمواطن العربي أيا كان انتمائه لا يحترم كام بيفيد يعني المستحيل يعني الإخوان المسلمون الذين أنشئوا أساسا لمكافحة الاستعمار ومكافحة الاستبداد والإصلاح المجتمع والإصلاح الأمة يأتي ناطق باسمهم ليقول سنحترم كام بيفيد التي كبلت مصر والتي سحبت منها دورها الريادي العربي والإسلامي والتي أدخلتها في نفق مظلم وحولتها إلى مركوب للصهاينة طوال الفترة السابقة إلى أن أسقط مبارك يجي واحد من الإخوان المسلمين ويقول نحترم اتفاق كام بيفيد هذا غير مقبول وأنا أتمنى من الدكتور عصام وهو صديق وأخ عزيز أنه إذا كان يقصد غير ذلك أن يخرج ويفسر بالضبط ويتكلم لغة واحدة ينبغي أن يكون للناطقين وللمسؤولين لغة واحدة في الخفاء وفي العلم لما يتكلم مع الأجانب ولما يتكلم مع المواطنين لما يتكلم مع المسلمين ولما يتكلم مع غير المسلمين لا ينبغي أن يكون هناك خطابان خطاب واحد يعبر حقيقة عما في نفوسنا أنا أربع بأي مصري وبأي عربي وبأي مسلم أن يقول أحترم كام بيفيد وحتى هذه اللحظة لم يصدر نفي رسمي من متب الإخوان لو سمحت أنا عايز أعلق عن نقطة دي كل حاجة يقولها الدكتور عزامة أنا عايز أعلق عليه خاصة إذا بتتعلق في مصر طبعا لا مش دا القصد بس أنا أعتقد أن حضرتك هتتفق معايا أن الإخوان عندما تدخل مجال السياسة الأوسع مش خارج الإطار التنظيمي يمكن أن تقع في شراك أنا أرجع إلى سنة 1980 حيث سألت الأستاذ خالد محيدين ربنا يدي له الصحة قلت له لو أنت انتخبت رئيس جمهورينا النهاردة هتعمل إيه قال لي هبتدي من النقطة اللي موجودة على الترابيز بمعنى أن القوى السياسية عندما تطرح فكرها حاجة وعندما تكون في الحكم يجب أن تتعامل مع الواقع كما هو أنا في تصوري أن كلمة الدكتور عصام العدان تعبر عن أمل في تولي الإخوان السلطة بأكثر مما تعبر عن فكرهم يعني شوف أنا دافع عنه للوقت يعني بأكثر مما تعبر عن فكره تعبر عن أمل في أن الإخوان ممكن يتولي السلطة وإذا تولي السلطة فإنهم سيفدقون بما هو على الترابيزة قدامهم لأن هذا هو جزء من تقاليد الدولة يعني هو جزء من تسويق لبرامة الإخوان والرئاسة وما يلقي ضوء على هذا دعنا نعود إلى كلام الدكتور نبيل العربي وزير الخريجية حيث تجري إعادة تفكير يعني تبدأ الآن من إعادة التنفيذ وستكون هناك إعادة تقييم بعد كده يعني تنفيذ تفكير ثم إعادة تفاوض لما جرى لأنه ما جرى جرى فيه ظروف لم تكن مقبولة شعبيا دلوقتي فيه درجة من المحاسبة على الأقل بتبدأ من بداية التحريب بعد كده حتنتقل إلى مؤسسات يعني ولكن يعني أنا هي الفرق بين قوة في المعارضة وقوة في الحكم ودي قضية يدور حولها النقاط بسي الحقيقة قضية مبدئية يعني هو برضو فيه مبادئ حتى لو دخلت مدمار السياسة فيه أمور لا تملك أن تتراجع عنها أو تتخلى عنها وإذا نفس الشيء بتقع فيه حركة حماس بعض أوقات وغيرها إنهم هم بيتكلموا كلام للسياسة وبيظنوا إنه لا يتنافى مع المبادئ والصحيح أن الشعب لديه حساسية بالغة تجاه هذه في النهاية سيحاكم الأفعال لأن يحاكم الألفاظة والنواية قبل اتقال المحور الأخير يعني دكتور عزام كان فيه تخوف من بعض الأقلام العلمانية في مصر بين أن الإخوان يزحفون زحفاً حتى كما قال سيد عبد الله أنهم يزحفون زحفاً نحو الرئاسة وأن مصر ستتحول إلى دولة محكومة من المرشد الأعلى للإخوان المسلمين كما هو الحال في إيران طبعاً أشوف بقايا العلمانيين المؤدلجين أنا لا أتكلم عن العلمانية السلوكية أتكلم هنا عن العلمانية التي ترى الكون رؤية مختلفة تماماً لثقافة المجتمع ولتاريخ المجتمع هؤلاء الآن في تونس وفي مصر وسنشهد ذلك في أماكن أخرى عندما تنجح الثورات يريدون أن يدافعوا عن وجودهم وعن بقائهم مصر بلد مسلم الشعب المصري شعب متمسك بتقاليده وثقافته اللي هي نابعة بشكل فطري من الإسلام ولا تتعارض مع الإسلام فهذا إشكال مصطنع وغير حقيقي وطبخيم أكثر من ولا يستحق الانتباه طيب اسمحنا سيدة عبد الله ودكتور عزام نطل أيضاً في الجزء الأخير على ربيع الثورات العربية دعاً أخيراً مشاهدي الكرام نطل على ربيع الثورات العربية ففي اليمن قال وزير التجارة اليمنية اليوم أن الأزمة السياسية تدفع اليمن إلى حفة الحرب الأهلية وأشار الوزير إلى أن هذه الأزمة كلفت الاقتصاد اليمني ما يصل إلى خمسة مليارات دولار وأن هناك حاجة عاجلة إلى مساعدة للحلولة دون انهيار الاقتصادي للبلد هدف اليمن أما في سوريا فقد أعلن ناشط حقوقي أن 12 شخصاً قتلوا من إيران قوات الأمن أثناء مشاركتهم في مظاهرات جمعة حماة الديار في حين دعا نشطاء إلى تظاهرات جديدة احتجاجاً على مقتل الفتى حمزة الخطيب الذي عرضت صور لجثته المشوهة على وسائل إعلام عدة إذن دعاً نبدأ من الموضوع السوري سيد عبدالله سوريا مشاهد كانت مروعة للتعديب ولي القتل آخرها جثة طفل الخطيب إلى أي مدى النظام عازم على المضي في هذا النهج يعني نحو قمع التظاهرات للأسف الشديد يبدو أن يعني عجلة المعالجة الأمنية تدور بأسرع مما تدور عجلة المعالجة السياسية إذا كانت عجلة المعالجة السياسية تدور أصلاً لأنه يعني كما تعلمنا من ملاحظة السياسة الغربية هناك قول يؤكد أنه لا يكفي أن تفعل شيئاً ولكن يبدو لابد أن تظهر وكأنك تفعل شيئاً وهذا الظهور يعني يخدم كثيراً ما تفعله في نطاق التواصل مع الشعب للأسف الشديد المعالجة الأمنية في سوريا يعني هائلة والتعامل مع المتظاهرين على أنهم والمحتجون على أنهم مجرمون يعني مسألة تقتضي تحقيق يعني ما يجري هو يعني يصل إلى درجة الجريمة بكثير من المقيس وهذا يعيد إلى الذهن التأكيد على مبدأ أن أي حاكم لا يصل إلى الشعب إلى الحكم بإرادة شعبية حقيقية سيبك من الكلام اللي بيتقال يعني لا يمكن أن يحترم إرادة الشعب وهذا في نفس الوقت ينسحب على اليمن أيضاً أنت سألتين عن سوريا فأنا حقف دلوقتي ونتكلم على اليمن بعد إذا عايزنا أروح على اليمن أروح طيب كمل في نفس الإقامة يعني أما بالنسبة لما يجري في اليمن فالرئيس علي عبدالله صالح يعني وصل إلى الحكم عندما حطت سلاحه على الطاولة يعني وهو لا يتصور إطلاقاً كأن اليمن يمكن أن تعيش بدونه يعني مبارك فرض الشيخوخة على مصر فنزعتها دلوقتي هو بيفرض العنف على مصر يعني حتى حتى الآن على اليمن يعني بقول إلعب البيضاء والحجر حتى يبقى يعني ما يجري الآن هو نوع من النزاع يدخل فيه العنصر الشخصي يعني هو يريد أن يورث اليمن لابنه أحمد أبرز المرشحين لرئاسة اليمن إذا جرت انتخابات حرة نزيهة هو الشيخ حميد الأحمر ابن الشيخ عبدالله الأحمر الشيخ عبدالله الأحمر في حياته كان هو شيخ الرئيس كان شيخ اليمن كلها يعني شيخ الرئيس واحترم لا بتاريخ وطني يعني شيخ مشايخ حاشد ورجل له سجل في ثورة اليمن وفي عهد الإمامة فقد أخوه فقد والده يعني في تاريخ لهذه الأسرة الرئيس علي عبدالله صالح هو من عيلة إسماء الأحمر بينها وبين عيلة الشيخ عبدالله الأحمر تشابه أسماء وهو من فرع ليس من المكانة الكبيرة في مواجهة الشيخ عبدالله ولكن هو تشابه أسماء بعد وفاة الشيخ عبدالله الله يرحمه الرئيس علي عبدالله صالح فكر نفسه بقى الشيخ والرئيس في نفس الوقت وبيعامل أولاد الشيخ عبدالله بدون احترام بينما الشيخ صادق وهو الإبن الأكبر للشيخ عبدالله هو شيخ مشايخ حاشد الآن وهو رجل محترم ما يجري هو عملية انتقام شخصي ومحاول بين الرئيس وبين أولاد الأحمر بين الرئيس وبين أولاد الشيخ عبدالله في شأن محاصرة الشيخ حميد أو انتقاما من الشيخ وفي نفس الوقت هو تلويح باستخدام القوة لاستفزاز القبائل حتى يظهر ما يكذب به على الأمريكان وغيرهم من احتمالات الحرب الأهلية اليمن فيه 100 مليون قطعة سلاح لم تخرج قطعة منه أيضا دكتور عزامي طلاله سريع على موضوع سوريا واليمن أيضا سوريا مشاهد قمع عنيفة ومرعبة وفي اليمن كما كان صلى الله عليه وسلم يقول نذر حرب أهلية أنا يهيأ لي أن صورتين متشابهتان هذا المشهد الذي رأيناه على بعض الفضائيات للطفل حمزة ونحن في الحوار لن نستطيع أن نعرضه لأنه يخالف قوانين الأوفكم بسبب أنه فعلا فضيع وليطفل صور مرعب الأطفال لا يسمح هنا عرضه مثل هذه الصور بالشجرات الترفزة البريطانية وفي اليمن ما يجري أضم من قتل كلا الرئيسين يريدان أن يدفع الناس إلى الرد بالسلاح صور أنت هذا الشاب حمزة أهله أحد يلومهم أحد يلومهم لو أطلقوا النار انتقاما من هذه الفعلة الوحشية البشعة أحد يلومهم ولكن بالرغم من ذلك يجب أن يتحلى الشعب في اليمن والشعب في سوريا وهم يتحلون بذلك حتى الآن بضبط النفس لأن الذي يريده علي عبدالله صالح والذي يريده بشار الأسد هو أن يجروا الناس إلى حروب أهلية فإذا ما جرهم إلى حروب أهلية برتاحوا خلاص صار هو بدافع الآن وكل ما يقوله النظام من أكاذيب وافتراءات عن أنه فيه مندسين وفيه أجانب سيلوح بأنه كما قلت لكم هذا الذي يحدث هم يقاتلوننا ونحن ندافع عن أنفسهم اليوم في اليمن كان الشعارات أو النداءات في شوارع سلمية سلمية لا حرب أهلية أخيرا بقي محور الجيش فقط تعليق سريع منك سيد عبدالله من دكتور عزام الجيش في سوريا لماذا حتى الآن ينصاع للقيادة السياسية ولا يحسم أمره تجاه الشعب المشكلة أن الجيش حزبي وليس فيه من كبار الضباط أو القيادات الرئيسية إلا من هو في حزب البعث وهم مرتبطون ارتباطا وثيقا بالنظام لا يستطيعون الخروج عنه بسهولة وإلا تشملهم عملية تطهير ويعني معاقبة بشكل كبير جدا هذه هي مشكلة الجيش لكن ما نتمنى هو أن بعض هؤلاء الناس يتحلوا بمسئولية وطنية فوق المسئولية الحزبية هل تمت أمل دكتور في نوقف الجيش السوري؟ بالتأكيد صبر الناس وعدم استخدامهم للقوة في نهاية المطاف سيؤدي إلى تفكك الجيشين في اليمن وفي سوريا الموضوع موضوع صبر والله يعيني الناس والله يعني يصبرهم ويجزيهم خير على ذلك إنما هي يعني ساعات الصبح قادم وليس الصبح بقريب تمام شكرا جزيلا ليس ببعيد شكرا جزيلا دكتور عزام التميمي ليس الصبح ببعيد ليس الصبح بقريب هذا هو في النهاية نتيجة الصبح قريب إن شاء الله شكرا دكتور عزام التميمي الكاتب والمفكر الإسلامي وسائد الله حمود الكاتب والمحلل السياسي وشكرا لكم شهر الكرام انتهت أضواء الأحداث الأسبوع تناولنا فيه أبرز ما هيمن على الساحة السياسية في المنطقة العربية إلى اللقاء جديد هذه تحياتي والفريق العام والذي دوما شكرا عاية الله